أدنت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابية الذي وقع اليوم في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان والذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الضحايا كذلك أدنت مصر في بيان الوزارة الخارجية الانفجارة الذي وقع في قرب مدينة بيشاور والذي أدى إلى مقتل عشرات آخرين من الضحايا وجدت مصر موقفها الراسخ الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب وترويع المواطنين مؤكدا على تضامنها الكامل مع باكستان في مواجهة تلك الظواهر وأعربت عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب باكستان الشقيقة في هذا المصعب الأليم